هنروح لقصة بن سلمان و بايدين ايه الجديد في القصة؟ هو الجديد الحقيقة انه الركن الذي كان يرتكن اليه ويرتكز عليه محمد بن سلمان في وصوله الى السلطة كان ترامب عن طريق جاريت كوشنال جاريت كوشنال بتاع عقار و ترامب في الاصل بتاع عقار وعارفين البيل وغطا وعارفين السعودية غنية جدا وحرفيا طلع ترامب اكتر من مرة وقال انا كلمت السعودية انتوا عارفين انها غنية صح انا قلت له كينج انت ما تقدرش تعيش اسبوع من غيرنا صح صح يا كينج هو تحدث بقوة امام الرأي العام الامريكي السعودين يقول لك ما يولهم هنا ده هو بيتكلم منك لشؤون انتخابية لكن احياء انه نال من السعودية لكنه سياسيا حمى محمد بن سلمان بعد وقت قتل جمال خاشقجي في 2019 المواد التي نشرت واللي انا قلت بيها يوم الجمعة اول جمعة وقفناها عند القنسولية انه قطع مزقة دي ديروها انا سمعتها بوداني في هذا الوقت المبكر وقلتها في الصحافة الاجنبية لانه سمعتها من حد تركيا على صلة الواتساب عرضناها الرسائل المستشار الخاص ده عمد فترة الحماية انتهت وسقطت بسقوط ترامب في امريكا الان دعونا نواجه الحقوق ضيف الضيوف اللي كانوا معايا من امريكا واللي هم بعضهم لقوا علاقة بايدن او فاهمين من تالتي بتاعت بايدن والتيم بتاعه قالك لا الالاقة مش هتبقى زي زمان يعني فيه اختلافات اول حاجة للضغط انت بتباني علاقتك مع الراجل الجديد ازاي انه قالوه يرفع السماعة الامريكاني او التاني بيسمح له انه هني مش عارف ايه او يبعط له برقية يضيب له مساعد مفيش اتصال بايدن قال له مفيش اتصال الكلام لو هيبقى فيه اتصال هيبقى بيني وبين الملك سلمان لانه هو في الحقيقة دي جوره يعني بالقانون هو الملك انا مش هتكلم مع الشاب ده لانه عندنا مشاكل معه السياسة الامريكية تقولك والله بعد 120 يوم الرئيس في البلد لازم يتيح معلومات عن القصة امام الكونجرس طبعا ترامب حماه وقال نصا اننا حميت مؤخرة محمد بن سلمان دي حقيقة مش هتنا نقولها طبعا عيب نقول كده طبعا لكن هو ده الراجل ده بلتاجي بيقول اي حاجة محمد بن سلمان يعني تفسيري انا انه الديمقراطيين شعروا ولديهم من الادلة ما يثبت ان محمد بن سلمان كان ممولا لترامب وعائلة ترامب وجالد كوشنر والحملاتهم ضد الديمقراطيين دي واحدة ولصالح الجمهوريين فشعروا ان مال وتحركات كتيرة اشتغلت وانا حكيت لك الخصة القديمة لما محمد بن زايد زار امريكا سرا دون ان يخبر اوباما ولما نتنياهو زار امريكا والقى كلمة امام الايباك وبرضه ما عداش على اوباما يعني هما حصروا الرئيس اوباما بشكل قبيح وواقع وكاري وزير الخارجية جه من المنطقة وراح ظهر العقبة اظن سنة 15 والتقى بنتنياهو وفتاح السيسي وعبدالله ملك الاردن ووضعت خطة للسلام دولتين طلع كان عاوزين يعني اوباما كان عاوز زاعة الفلسطينيين حقيقة بس العرب كمان ولات ستين قديمة فادت يعقل له لا 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 روح بالكلام ده كله انتوا شكلكم ماشيين وفعلا مش الديمقراطيين وجه ترامب اللي عمل العاملة بتاعته دولة يهودية والقدس والكلام ده كله واللي مشروع القرن للمحالي عفتاح السيسي قاعد هناك وقال ايو انا وانا معاك في اي حاجة ورجع قال لا ده كلام صحفيين هو نصاب كبير يعني عفتاح السيسي ورقة كلينيكس هو مع الريجة يموت على الارتش هو جاي نمشروع هدم مصر خلاص خلصنا بحك ورجع بقى القصر محمد بن سلمان السي اي اي لديها معلومات مؤكدة عن تورط محمد بن سلمان شخصيا خلاص السؤال هو الى اي مدى يمكن للإدارة الامريكية ان تحمي صديق او شريك هو ده الكلام يعني هل من حقا انها تخفي هذه المعلومات عن رأي العام القانون عندهم بينظم انه لا لازم تطلع حاجة السؤال التاني اذا ما سمح لها دي المعلومات ان تنتشر واخد انتشرت الان ارفنا انه محمد بن سلمان بغباء شديد راح يطارد الجابري الراجل بتاع الامن القوي يطارده فالمحامي بتاعه قدم حاجات تدين جوز بنت الجابري اللي كان برضو احتجز وعزب بعد ما الجابري ماشي منظم الحاجات دي انه والله في السندوق السيادي في طيارات شركة طيارات خاصة سكاي اسمها سكاي الشركة دي انضمت للسندوق السيادي قال له ده انضمت بقرار من الشاب الحلو اللي اسمه محمد ابن سلمان الى السندوق السيادي وبتاع لمات مكتوب عليها سر الغاية معرفش ان زملاء يداروا طلعوا الكلام اللي احنا ايه بنقوله ده لانه 12 في اكتر من مكان وفي اكتر من مجلة منكن والستريت جورنال ممكن تايم ولا تايمز البريطانية ولا الجارديان لا اذكر لكن انا قرأت الكلام ده مبارح والنهاردة الصبح طيب فاصبح في دليل على انه محمد بن سلمان قدم طيارات للشباب اللي جمع قتلوا الشهيد جمال خشوكشي هذا السندوق تحت ايده يعني ما بيتمش اخراج الطيرات ولا عمل العلات إلا بكده طيارة راحت عن طريته باية طيارة راحت عن طريش عالم الشيخ يعني سيسي عارف ومحمد بن زايد عارف ورجعوا وخدوا راحته قتلت خشوكشي استخدمه شركة طيران استحوذ عليها ولي العهد السعودي ده الخبر المهم اللي يعتبر مفاجأة كبيرة ليه؟ لانه هو ده يعتبر الرابط الحقيقي الموجود سيبك من رسائل واتساب وسيبك لانه في الاخرى يقولك طيب انتوا بتتجسسوا علينا ده ده انتوا بتعملوا ده انتوا بتسووا ما ينفعش الصداقة بنا تكون كده كل الكلام ده انا مراعي وفهمه لكن دي القضية دلوقتي قدام الراجل بايدن فيه تصورنا احنا في البرنامج قدامه اربع طرق يمشي فيه قاله اربع مجتمعين تلاتة واحد اتنين لكن الصحافة بتقوله خليك حذر ما تخسرش محمد بن سلمان لانك هتخسر السعودية طبعا ده كلام يعني صحيح جزئيا يعني يقولك ايه يعني انت لو طلعت وادنته يعني لو بايدن طلع وقال ايه لا الراجل ده متهم عندي يبقى لازم فيه خطوة بعد منها تعمله اذا بايدن اذا بايدن